السلام عليكم تحية طيبة أينما كنتم أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد أنا الدكتور لؤية الزعبي أهلا وسهلا فيكم في قناتي اللي أنا مخصصها للأمور الهندسية بشكل عام وأمور الهندسة الطبية بشكل خاص وبعض الأمور الأخرى اللي بتعلق بمواقع تراث الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرضو كمان بحكي بموضوع اللي علاقة بالعملات الرقمية بس من أجل المعرفة والتثقيف ونشر المعلومة وهنا ما حكيت أنه أنا عن مواقع تراث الإنساني أبدي أعمل شاوت آوت لموقع أنا بديره اللي هو موقع forhealy.com ورح أحط له لينك في أسفل الفيديو في الدسكريبشن في وصف هذا الفيديو هو موقع للتراث الإنساني موجود في الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين يعني بستاهل أنه الناس تشوفه وتعرف عنه أكثر الآن أنا بدي أحكي بشغلة علاقة بالهندسة الطبية أنا بتيجيني استفسارات من كثير من الزملاء والزميلات وحتى الأهالي وبتفاجأ من كمية الأسئلة اللي بتيجي في أنه إيش هو أفضل مجال من مجالات الهندسة الطبية الحيوية وبرضه كمان بتوصلني أسئلة أنه أي المجالات الهندس الطبي الحيوية هو الواعد واللي ممكن يعمل فيه أكبر قدر ممكن من الأموال أو الأرباح واللي مكون فيه فائدة للمهندسات الهندس الطبي الحيوية ومهندسين الهندس الطبي الحيوية فإذا أنتوا حابين تعرفوا أنه كيف توصلوا لهذه النتيجة أنه إيش هو المجال الهندسي الطبي اللي أنت لازم تنخرط فيه لازم تشوف الفيديو للنهاية أو تلازم تشوفي الفيديو للنهاية فأنا خلي أبدأ بالتعريف الهندس الطبي الحيوي الهندس الطبيل الحيوية هو تخصص هندسي بيتم فيه استخدام المبادئ العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمبادئ الهندسية فهي العلوم الأساسية والمبادئ الهندسية وبرضه البرمجة بيتم استخدامهم من أجل تقديم حلول لمشاكل وتحديات قطاع أو الرعاية الصحية وشغلة مهمة نحن لازم نكون عارفينها طبعاً هناك فهم مغلوط بين الناس أن المهندسين ومهندسات الهندس الطبيل الحيوية بتعاملوا مع المرضى هذا الكلام مش صحيح إحنا العملاء تعيننا هم مقدمي خدمات الرعاية الصحية من أطباء وممرضين ومعالجين طبيعيين فإحنا لازم يكون حواليهم موجودين معهم لما يكونوا بجولاتهم أو لما يكونوا بين المرضى أو لما يكونوا موجودين داخل مؤسسات الرعاية الصحية والعيادات والمركز الطبية وإحنا من أهل طلابنا وطالبات الهندسة الطبية الحيوية من أنجل أن يكونوا بالمراقبة وتسجيل الملاحظات وتحديد الإحتياجات بعدين العودة للمعمل أو المختبر لإيجاد حلول لهذه التحديات بإستخدام التقنيات الحديثة هذا المجال سوف نحكي فيه بعدين بأشياء كثيرة كيف نعمل هذه العملية وكيف نصممها بحيث أن نخرج بنتيجة ممتازة بمهندسين ومهندسات قادرين على مساعدة مقدمية خدمات الرعاية الصحية بالنسبة لموضوع الهندسة الطبية الهندسة الطبية بسبب هذا التعريف بسبب وجود مجالات مختلفة وإحنا بنعتبره يعني أنه مثلا هو تخصص من تخصصات مختلفة فإحنا في عصف القرن الواحد وعشرين اختلفت الأمور لم نعد مهتمين مثلا أنه شخص يقوم بالتخصص في الفيزياء الدقيقة أو بالكيمياء الدقيقة بهذا المجال إحنا بنبحث عن خريجين أو مؤهلين مهندسين ومهندسات عندهم مفاهيم من مجالات مختلفة وقادرين لأن كل تحدياتنا الحالية تحديات معقدة وبحاجة لفهم عميق للمجالات مختلفة فمثلا إذا واحد بده يصمم كرسي متحرك يتم التحكم فيه عن طريق ماتور فإنت بحاجة إلى الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية بالإضافة للهندسة الطبية فإنت لازم تلم بمبادئ ميكانيك ومبادئ كهرباء ومبادئ فيزياء ومبادئ هندسة طبية ومبادئ علوم حياتية وبسبب هذا الوضع أصبح المجال الهندسة الطبية مجال واسع جدا تتنوع المجالات الهندسة الطبية الحيوية من الميكانيكة الحيوية اللي هو عبارة عن استخدام مبادئ الميكانيكة من أجل تصميم منتجات بتساعد الإنسان وخصوصا في العلاج الطبيعي والعلاج الوضعي في مثلا هندسة إعادة تأهيل وبرضو كمان في تصميم البليت والسكروز اللي هم الصفائح والمسامير المستخدمها في العظام في جراحة العظام وبرضو من المجالات الأخرى مجال الأجهزة والمعدات والتصوير الطبي ومجال هندسة الأنسجة ومجال المواد الطبية ومجال الأجهزة اللي بتهم فيها الأجهزة المستخدمة في الجراحات والتطبيقات في مجال العصاب علم العصاب برضو في عبارة طباعة ثلاثية الأبعاد للمنتجات الهندسية الطبية وبرضو للأنسجة الطبية فإحنا التخصص تعانى متنوع بشكل كبير السؤال من طرح إيش هو أحسن مجال في الهندسة الطبية الحيوية لشخص أنه مثلا يصرف فيه وقته أو جهده والمال مثلا إذا كان بدهم يدرسوا دراسات عليا فأنا بظل أحكي للمهندسين ومهندسات الهندسة الطبية الحيوية وطلابي إنه السؤال اللازم ينسأل إنه مش إنه إيش هو المجال اللي أنت بدك أو اللي أنت بدك يتم يعني الأفضل في الهندسة الطبية الحيوية السؤال اللازم ينطرح إنه إيش هو التحدي الطبي اللي المهندسة الطبية أو المهندسة الطبية عندهم شغف لمساعد حله فمثلا أنا بظل أحكي للطلابي دايما قبل ما أنه يتم دراسة لهندسطبي الحيوي أو مثلا تقرير دراسة لهندسطبي الحيوي لازم الشخص يسؤل حاله السؤال هذا إيش هو المرض أو التحدي الطبي اللي أنت حاب أو اللي أنت حاب بيتعالجي فمثلا هل هو السكري هل هو مثلا أمراض السرطان هل هو أمراض القلب والشرائين هل هي أمراض العظام طبعا كل واحد من هذه المجالات بتم برضو كمان الدخول في خصوصات أدق من هذا الشيء فأنا بظل أحكي للطلاب والطالبات إيش اسألوا نفسك هذا السؤال إيش هو المرضى الطبي اللي أنت بتحس أنه أنت في لك شغف وفي لك تجربة خاصة حاب أنك أنت تساعد فيها وتحلها أنا مثلا أنا مهتم بأمور العظام خصوصا كسور العظام للناس اللي مصابين بأمراض السكري واللي عندهم ترقق العظام أمراض ترقق العظام هلأ إحنا في مجتمع عدد الكبار بالعمر أو اللي بيوصلوا مثلا فوق الستين سنة أو فوق الستبعين سنة في تزايد والمرض السكري مش فقط بيأثر على الحياة الشخص والنظام الغذائي بس برضو بيأثر على الجلد والعظام إذا صار في جروح في الجلد تأخذ فترة ضعف الوقت حتى ينشفه وإذا صار في كسور في العظام تأخذ ضعف الوقت حتى تنشف الكسور فأنا مهتم في هذا الموضوع وبرضو كمان ترقق العظام حالات كثيرة بتصير أنا شفتها وبضل ضمن العائلة أو ضمن المعارف اللي أنا بعرفهم اللي هو ترقق العظام مشكلة كبيرة للناس وخصوصا إحنا في مجتمع قاعد بزيد عمار الكبار السن وعددهم وبعيشوا فترة أطول فإحنا بنلاقي حلول لهذه التحديات أنا بيهتم بهذا الموضوع الآن كمهندس أنا ركز جهدي على هذا المجال فأنا بعرف كل إشي عن العظام بعرف كيف العظام تتكون إيش الخلايا اللي بنسجت نسيج العظام كيف بنحفز هذه الخلايا باستخدام الإمور مثل المحفزات البيولوجية أو باستخدام المجال المغناطيسي أو باستخدام الألترا ساوند أنا بعرف كيف باقوم بعمل الفحوصات الميكانيكية للعظام أنا بعرف كيف أحدد المقاومة تحت نسيج العظم بشكل كهربائي أنا بعرف كيف أصمم يعني باستخدام مايكرو بروسسورز للأردوينوز روبوتات بتقوم بتحريك الأطراف العلوية والسفلية من أجل تحفيز بناء العظام وعندي كما براءة اختراع في أحد المواد البيولوجية اللي بتحفز شفاء كسور العظام للناس اللي عندهم تعبعانوا من مرض السكري السؤال رازم يكون مش إنه إيش هو المجال الأفضل في الهندس الطبي الحيوية السؤال إيش هو التحدي الطبي أو المشكلة الطبية أو المرض الطبي اللي أنت مهتم فيه أو اللي أنت مهتم فيه وعندكو شغف أنكو تعلو وتعالجو هذا المرض هذا شيء كثير مهم طبعا بعد ما يتم تحديد هذا التحدي لازم أنكو تكونوا عارفين أنه الإحصائيات هل هناك عدد كبير من المرضى هل هاي مشكلة طبية عويصة بحاجة لحل إذا كان الجواب نعم معناها بيستاهل مننا أن نصرف الوقت والجهد والمال من أجل حله فهي تحديد المرض الطبي لأنت أو التحدي الطبي اللي أنت حاب أو اللي أنت حاب تعالجي بعدين تأكد أنه هذا عبارة عن مشكلة كبيرة في المجتمع عدد كبير بأكثر من دولة حول العالم ساعتها من صين نحكي أنه إحنا أمن بتحديد المجال الطبي اللي أنت كمهندسة أو مهندسة لازم تشتغلوا فيه شكرا للمتابعة أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد إذا عجبكم الفيديو ريتوا تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكوا الفيديوهات اللي أنا بعملها أول بأول شكرا لكم وإلى لقاء قادم مع تحية ترجمة نانسي قنقر